السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي الفصل الثالث معاكم مونة الحربي معلمة لغة الجميلة ومعنا اليوم لغة الإشارة أستاذ بندر الصالح اليوم بإذن الله سوف نأخذ درس بنية نص السيرة توماس أديسون أعزائي دعونا قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم نستذكر الدرس السابق من يذكرنا ماذا أخذنا في درسنا الماضي؟ أحسنتم الأشعة السينية رائع من قائل هذا النص الشعري؟ رائع خليل مطران أحسنتم ما هي الأشعة السينية؟ من خلال قراءتنا للنص الشعري من يذكر لي ما هي الأشعة السينية؟ أحسنتم هي تصوير ما بداخل الجسم من عظام رائع أحسنتم يا عزائي هذا بالنسبة للدرس الماضي اليوم بإذن الله سوف نأخذ بنية نص السيرة توماس أديسون أهداف الدرس أن يميز الطالب نص السيرة عن غيره من النصوص أن يتعرف الطالب على العناصر الأساسية المكونة لنص السيرة أن يملأ الطالب خريطة نص السيرة ما هي بنية نص السيرة؟ السيرة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نص يتناول شخصية معينة فيسرد تفاصيل حياتها منذ ولادتها مرورا بالأحداث المهمة التي شهدتها حتى وفاتها يتبع في كتابة السيرة الأسلوب الواضح المتسلسل زمنية أي بمعنى ذكر الفترات الزمنية لهذه الشخصية ويلزم النقل الأمين للأحداث أعزائي سوف نقرأ الآن النص ثم بعد ذلك نجيب عن الأسئلة إجابات هذه الأسئلة موجودة في هذا النص نفتح الكتاب على صفحة 66 و 100 ولد توماس ألف أديسون عام 47 و 800 بعد الألف ميلادي في مدينة ميلان الأمريكية وقد نشأ في أسرة متوسطة الحال ولم يتعلم في مدارس الدولة إلا ثلاثة أشهر فقد رده المعلم بحجة أنه غير طبيعي فعكفت أمه تعلمه وتدربه وتلاحظ ذكاءه وميله إلى المراقبة والبحث كان في التاسعة من عمره عندما أقام أولى تجاربه فقد ألح على أمه أن تخصص له مكانا في القبو تحت المنزل يقيم فيه مختبره الأول فسمحت له بذلك ومضى الفتى يجمع ما يدخره من المال القليل ينفقه على شراء المواد الكيميائية ولما ازدادت حاجته إلى المال للتوسع في الاختبارات التمس من والديه أن يسمحا له ببيع الصحف على خط السكة الحديدية فكان له ما طلب ثم أضاف إلى بيع الصحف بيع الحلوى في القطار حتى إذا بلغ الثانية عشرة سمح له المشرفون على القطار أن يضع صحفه وأغراضه في مستودع البضائع وجعل يتابع تجاربه هناك في أوقات فراغه أما باقي وقته فكان يصرفه في مطالعة مختلف أنواع المعارف عني أديسون عناية بالغة بأمور الكهرباء فكان أول اختراع له في هذا المجال جهازا تلغرافية أقامه بين بيته وبيت ولد آخر وهو مكون من شريط وزجاجتين وبعض الخرق لفصل السلك المغناطيسي وكان هذا الجهاز كافيا لتبادل الرسائل بين الولدين وبعد سنوات وتحديدا في عام 77 و800 بعد الألف ميلادي جاء أعظم اختراعات أديسون وهو الحاكي الذي يتم به تبادل الرسائل الصوتية بين شخصين ومات أديسون أهم مخترع في تاريخ البشرية في 18 أكتوبر عام 31 و900 بعد الألف ميلادي وعمره 84 عاما أعزائي قرأنا الآن بنية النص بنية نص السيرة ليمن لتوماس أديسون وكما نعلم يا أعزائي أن وحدتنا بعنوان مخترعون ومكتشفون رائع مخترع اليوم توماس أديسون نص السيرة يحدث ماذا؟ تناول مرحلة حياة هذا العالم منذ ولادته وحتى وفاته أي بمعنى يتناول أيضا الفترة الزمنية كما تلاحظون الآن أثناء قراءة هذا النص قرأنا ماذا؟ تواريخ هذه التواريخ هي مراحل حياة من؟ العالم توماس أديسون أقرأ وأجيب أقرأ النص السابق ثم أجيب عن الأسئلة الآتية من الشخص الذي يتناوله النص؟ من يجيب يا أعزائي؟ أحسنتم هو العالم توماس ماذا؟ أديسون متى ولد وأين؟ من يذكر لي تاريخ ولادته؟ ومكان أيضا ولادته من يجيب؟ أحسنتم ولد عام 47 و800 بعد الألف ميلادي في مدينة ميلان الأمريكية أحسنتم كيف تلقى تعليمه؟ أثناء قراءتنا للنص قرأنا كيف تلقى أديسون تعليمه؟ من يذكر لنا كيف تلقى أديسون تعليمه؟ أحسنتم رائع تلقى تعليمه تعلم في مدارس الدولة ثلاثة أشهر لكن المعلم هنا رده ثم رده المعلم بحجة ماذا؟ أنه غير طبيعي فعكبت أمه تعلمه وتدربه أحسنتم ما أبرز إنجازاته؟ هناك إنجاز برز فيه توماس أديسون من يذكر لي هذا الإنجاز؟ أحسنتم رائع المصباح الكهربائي متى كانت وفاته؟ من يذكر لي تاريخ وفاته؟ إجابة هذا السؤال موجودة في النص أحسنتم في ثمانية عشر أكتوبر عام واحد وثلاثين وتسعمائة بعد الألف ميلادي أعزائي أترككم قليلا للكتابة ثم أعود إليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتهينا من الكتابة؟ أحسنتم إنكم رائعون اثنان تدريب الآخر أملأ الخط الزمني الذي يحدد أبرز الأحداث التي مر بها أديسون منذ مولده حتى وفاته كما ترون أمامكم أمامكم التواريخ في كل تاريخ حدث مرة على أديسون التاريخ الأول في عام سبعة وأربعين وثمانمائة وألف ميلادي بعد الألف ميلادي الحدث الذي مر على أديسون ما هو يا أعزائي؟ من يجيب؟ في هذا العام؟ رائع في هذا العام ولادته أحسنتم وفي عام ستة وخمسين وثمانمائة بعد الألف ميلادي أقام أولى تجاربه العام الآخر تسعة وخمسين وثمانمائة بعد الألف ميلادي في هذا العام ما الحدث الذي مر على أديسون؟ من يجيب؟ أحسنتم رائع متابعة تجارته في مستودع بضائع القطار أما في عام سبعة وسبعين وثمانمائة بعد الألف ميلادي الحدث الذي مر على أديسون في هذا العام من يجيب؟ أحسنتم رائع اختراع الحاكي اختراع الحاكي الحاكي ماذا؟ هو عبارة عن تبادل الرسائل الصوتية تبادل الرسائل الصوتية أما في عام تسعة وسبعين وثمانمائة وثمانمائة بعد الألف ميلادي طبعا إجابات هذه التواريخ موجودة أين؟ أحسنتم في النص رائع من يجيب؟ رائع اختراع المصباح الكهربائي أما في عام واحد وثلاثين وتسعمائة بعد الألف ميلادي وفاته رائع وفات توماس أديسون ثلاثة أملأ خريطة نص السيرة السابق بما يناسبه إذا لم يتوفر عنصر في الخريطة أضع العلامة فايل قبل قليل خريطة زمنية تواريخ والأحداث التي مرت على العالم توماس أديسون أما الآن خريطة نص السيرة كما ترون أمامكم بداية اسم المخترع ما اسم المخترع؟ من يجيب؟ رائع توماس أديسون أحسنتم ولادته ولادته كانت في تاريخ ماذا؟ أحسنتم كانت في تاريخ سبعة وأربعين وثمانمائة بعد الألف ميلادي مكان ولادة توماس أديسون أين؟ من يجيب؟ رائع في مدينة ماذا؟ ميلان الأمريكية الاختراع الذي اشتهر به هناك اختراع اشتهر به توماس أديسون ما هو؟ رائع رائع المصباح الكهربائي أبرز الأحداث في حياته هناك أحداث في حياة توماس أبرز هذه الأحداث أولا أحسنتم رائع أقام أول تجربة له في عمر التاسع أول اختراع له أول اختراع له في مجال الكهرباء جهاز التلغرافي إسهامه في بداية عصر جديد باختراع المصباح الكهربائي وفاته متى توفي توماس أديسون من يجيب؟ أحسنتم في ثمانتعشر ثمانية عشر أكتوبر في عام واحد وثلاثين وتسعمائة بعد الألف ميلادي مكانها هل ذكر مكان وفات توماس أديسون أثناء قراءتنا للنص أحسنتم لم يذكر إذن نضع ماذا؟ أحسنتم هذه العلامة رائع أعزائي اليوم أخذنا بنية نص السيرة للعالم توماس أديسون قرأنا النص ثم بعد ذلك استخرجنا ماذا؟ أو عرفنا تعلمنا العناصر الأساسية لبنية النص السيرة إلى هنا انتهت حصتنا لهذا اليوم ألقاكم بإذن الله في الحصة القادمة إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ترجمة نانسي قنقر